صباح النور ليك يا ميلاد وصباح النور لكل مشاهدي صباح النور والعربي اثنين الأجواء مميزة اليوم في سوق واقف مع كل الجماهير المتواجدة وخاصة الجماهير السينيجالية اللي تنتظرها مباراة كبيرة جدا جدا اليوم ضد هولندا الجماهير السينيجالية كانت عامل أجواء حلوة في سوق واقف مع الموسيقى الافريقية والافريكان فيبس ومعايا بامبا من المشاجعين السينيجاليين اللي متواجد هوني مع بقية طبعا أصدقاء وليد بلاد اللي عاملين كيما قلنا أجواء حلوة بشو سألوا بامبا على حضود المنتخب السينيجالي اليوم على كل الأجواء اللي مستانية خاصة السينيجال وعلى الجو اللي عاملينو في الدوحة وسوق واقف بامبا بونجور وبيانوني دوحة سوا بيان الحمد لله سند يالله نوو ساليون ايسي نوزون وانير اسي ونوزونون لانوالليون اوك بكو درگر امتام ديبونغو لن يكون لك عديد مع الجمع الجمع لنصر لنهاد ممتاز ممتاز لنهاد كما تعالي جمعهاد ماني 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 يستمر ماذا تفتح تريد أن تفتح بكارك تفتح بكارك لنهادت كما تعالي في الوضع المعارضة ستكون جدا لنهادت حديث بامبا وسهيلي كان طبعا عن الحضوض لمباراة اليوم مباراة صعيبة تنتظر السنغال ضد هولندا في المجموعة لفزة في الإهكوادور البارح على قطر يعني الآن أصبحت موضوع حسابات أكثر منه كل شيء ولكن السينيجاليين متأكدينوا أنه بشي فوزوا بالمباراة وأنه بشي حقوا لقب أفريقيا اللي كانوا هم أبطالوا وبشي أكدوه اليوم في مباراةهم الأولى حاجة أخرى حابيننا عايشوكم شوية الأجواء الأفريقية نطلبوا من بامبا أنه يعايشون شوية الأجواء السينيجالية كما كانوا عايشينها الناس كل وحتى أن تومت عايشوها في ستوديو صباح نور وكل المشاهدين بامبا فو بوفينو بخيزنطيهم بتيت أمبيانس أفريكان وازي خلينا نتابعوا هالأجواء ونحتفلوا مع السينيجاليين أجواء أفريقية في سوق وقت مشاهدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذه الأجواء الأفريقية في سوق وقف مشاهدينا أمين عم تسمعنا أمين كان نفسي الكاميرا تلف عليك لأنه فينا عم نشوف أنه الميكروفون هيكي عم يهتاس فعرفنا أنك جانب الأفريقي فيه كان يتحرك منيح ترجمة نانسي قنقر اذا كان يتحرك مشاهدياً ترجمة نانسي قنقر هل سوف أفريقاً نعم سننفر نعم 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 سننفر نعم إلا نعم سنحAN كل هذا هو حديث الجميع مباراة صعيبة اليوم وأيضا بالنسبة للمباراة الأخرى على فكرة حتى الجماهير الأخرى موجودة بكثرة في سوق واقف جماهير إيران أيضا موجودة جماهير الولايات المتحدة ويلز وأيضا جماهير إنجلترا اللي عندهم مباراة صعيبة جدا 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 اليوم هيت خنعود ونعمل جولة معاكم في سوق واقف نكتشف بقية الأماكن بقية الناس بقية الجماهير هاكي معايا في اللايف هاكم تشاهدوا في الأجواء هوني كل الجماهير موجودة حتى المنتخب المصري موجود يعين أنت فلسطيني ولبس المصري الله على فلسطين هاو فلسطينية هبا طبعا أيضا كل الناس موجودة احكي معهم يا أمين خلينا نعرف مين بيأيدو مين بيشجعو يلا خلينا نعرف ساعة مرحبا بيكم أقبل كل شي في الدوح علم تونس وفلسطين ومصر وهولندا مشجع هولندا اليوم الكوفية يا معليه ولاد احنا أحنا فلسطينيين ونجاي ونشجع كل المتخبات العربية صراحة وقطر استخدمت مونديال رائع عن جد ومونديال يعني كله حضارة إسلامية وعربية وشرف إلنا نكون بالمونديال هذا ونستطيفك مونديال يلا شكرا لكم بالتوفيق للجميع إن شاء الله توفيق التونس كلمة حق يقولها الصراحة قطر قدمت مونديال وافتتاح عالمي صراحة عطانا الفخر كشعور عربية صراحة أنه إحنا عندنا الإمكانيات لنقدم هذه الأشياء بأعلى المستويات للأمانة أمس شيء مشرف للعالم كله وراء العرب كيف إحنا نقدر ننظم مونديالات بشكل كبير جدا كل التحريات للشعب القطر والشعوب العربية قلنا أنت من آية بلد على السعودية إن شاء الله إن شاء الله تحريبا جزيلا بشكل عرب بشكل حق كل العرب موجودين هنا بحدينا كل العذاب هذا فخر إلىنا و للعرب كل ت Chain بالتوفيق لكم دائماً أهل قطر كانوا يحكو إن هذا المونديال لازم يكون مونديال كل العرب وإحنا أسا حسين هون إن هذا المنديال هو مونديال كل العرب حسين إنه إحنا قطريين أكثر من قطريين نفسهم والله يفخر إلىنا وعلى الرأس كو Tru's على الرأس كل الوطن العربي على رأسنا شكرا لكم بالتوفيق لكل المنتخبات العربية إن شاء الله ورب يوفقكم السودان يا أهلا وسهلا وحتى السودان موجودين والأدنين الواحد سينا كلام أزول لديك صح إنه نحن أغطارين هنا الضيوف شكرا لك لشعب كلنا عرب وكلنا أخوات في الأخر وبالتوفيق لكل المنتخبات هذه هي الأجواء يا هيبة تشوف معناها تقريبا وميلاد أيضا الأجواء حلوة جدا في سوق واقف كل الناس البشر كل الجنسيات موجودة وخاصة جاليتنا العربية اللي قاعدة تقوم وتعمل في أجواء خيالية هوني معناها ماهيش عادية أبدا الأجواء اللي موجودة بالنسبة إلى طبعا الأمور اللي بتعلقة بكل المنتخبات العربية وكل العالم قل لي تعرف شو أحلى شيء يعني أول شيء إنه هيك عم تحمسنا ويريت نحن معك على الأرض وشغلة تانية إنه من كل اللي عملت معهم مقابلات هلأ اللي هن من دول عربية مختلفة وحتى مش عربية يعني الأفارقة اللي موجودين اليوم عم بنشوف إنه في ناس مفتخرة بهالإنجاز القطر اللي صار مبارح وكأنه إنجاز لدولهم الأم اللي هن خلقوا فيها بهالشي فعلا يعني مفخرة وشي فعلا بنشوف حالنا فيه سحيح يا هبا سحيح الناس الكل كانت تتحدث على المفخرة اللي عشناها البارح بحفل الافتتاح اللي قدمته قطر خاصة أنه أثبتت للشعوب الكل وأنه نحن شعوب العربية نحن شعوب شعوب نحبوا السلام شعوب نفرحوا وقت اللي يجيونا ضيوف من كل دول العالم ونحبوا أنه نشاركوهم ثقافتنا أيضا ويشاركونا أيضا ثقافتهم ولكن نحن موجودين على أرض عربية موجودين بيش تحاولوا أنه نعيشوا تقاليدنا معاهم يكلوا أكلنا يعيشوا جونا ويفرحوا بموسيقتنا وبأجوائنا مع كل الاختلافات وكل الحاجات اللي يمكن تفرقنا ولكن في الأخر نحن نجتمعوا وهذه هي كرة القدم أمين هون عندي سؤال لأنه أنت منعرف أنه شاركت أيضا بكاس العالم بأكتر من دولة يعني أنت معروف عنك حبك للرياضة ويعني بطب شو سر أنه الناس بكاس العالم ما بتنام يعني بمفتكر أنه من الأمس لليوم هالناس منه النايمين يعني شو سر الحماس من وين بيجيبوه بحبيه رياضة كرة القدم لهالحماس 24 على 24 ميلاد تعرف كاس العالم حدث يقع مرة كل أربع سنوات الحدث هذا فما ناس تستنيه أربع سنين تجمع له فلوس أربع سنين بشتفر الدولة المنظمة وتحضر في كاس العالم المرة هذه كاس العالم مختلف لأنه كم نعودوا ونقولوا أنه على أرض عربية في بلاد من عنا في جونا في ثقافتنا في تاريخنا في عرقتنا الناس ما ترقدش في كاس العالم لأنه هذا ما يعبر عنه بالورد كاب فيبس هذه هي أجواء المنديال خاصة لعشيق الكرة وحتى مش لعشيق الكرة وحتى الناس اللي ما تتبعش كرة قدم في فترة كاس العالم تولي نس كلها مشجعة لمنتخبات تولي نس كل تتبع كرة القدم والأجواء ما تهداش هذا هو الحماس اللي يكون موجود طيلة شعر كامل من الانطلاق إلى حد الاختتام هذه هي الأجواء اللي تكون موجودة لأنه ناس تكون متحمسة بمتابعة البمباريات وأيضا بهالتبادل الثقافي اللي يصير بين كل الشعوب تعرف أمين يعني قبل قليل كنت عم تحكي أدي الناس عند الفرصة أن تتعرف إلى ثقافتنا العربية لكن أيضا ما شاهدناه معك من دقائق أنه كمان الناس تأتي مع ثقافتها مع آلاتها الموسيقية ومع تراثة يعني تحمل تراثة معها إلى البلد المضيف وهذا شيء يعني هذا التمازل الشغلة كتير غريبة وحلوة وعفوية صحيح وهو اللي أكدت عليه أيضا حفل الافتتاح يوم أمس يعني أنه نحن أخوي ونحن لازم ننفتح على ثقافات بعض ونضحط هالأفكار المسبقة اللي نحن دايما هيك بنحطها وبتكون دايما عائق أمامنا صحيح هذا هو هذه الأجواء الكل كما أذكرته لو أنه عنا شوية وقتا نوصلكم إلى مكان آخر أيضا من جواجدين مشجعين يلا عندي إتاني يمكن موجودين عندي إتاني شاديين حتى ريتا عم تحكي لنا دقيقة يا أمين بس مش قادرين نوقف معك يعني حاسين أنه برنضمنا فتحين هوا دقيقة دقيقة ملا خليكم شوفوا شوية الأجواء شوفوا الناس اللي موجودة في سوق واقف وحتى جماهير المتحدة أيضا اللي اليوم عندهم مباراة مهمة موجودين كلهم موجودين كل الجماهير اليوم موجودة والأجواء حلوة جدا في سوق واقف أنا ظهر لي باش نقعد هوني كل يوم 24 ساعة عشان تحرك معنا طلا يا أمين أنا حخلص الحلقة اليوم ورح انظر لعنك ونيك يلا أنا مستنيكم مستنيكم هنا أنه تكونوا معايا تكونوا موجودين مستنيكم وإن شاء الله أكيد نحن نحاول ننقل كل الأجواء مش فقط في سوق واقف ولكن في كل الأماكن في قطر لمواكبة هالمونديال التاريخي مونديالنا على أرض عربي شكرا